ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج فأجابوا ودعاهم إلى بيت الله فلبوا فقل لي بربك هل مرة ركب أشرف من ركبهم وهل هزك نغم أروع من تلبيتهم لقد حفظ لنا التاريخ قصص ثلة من الأولين تقطعت قلوبهم شوقا للبيت ورغبة في الحج وإنا لنرجو أن يسطر التاريخ ثلة من الآخرين لم تلههم تجارة ولم تفتنهم حضارة عن الحج والزيارة إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائيا قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي أن ترد بكائيا حديثنا اليوم أيها الأحبة عن الإحرام وصفة الإحرام وما يتعلق به من أحكام نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابداو المري الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا أبو ناصر حياك الله وحياك الله مشاهدين الكرام لماذا شرع لنا الله سبحانه وتعالى الإحرام في الحج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإحرام كما تعلم هو كلمة إحرام أخوذ من الحرمة دخل في الإحرام يعني دخل في حرمة عهد أو في ويطلق ذلك على من يدخل مكة أو يدخل الحرم فيقولون أحرم الرجل إذا دخل في الحرم يقولون أحرم إذا كبر للصلاة أحرم ومن هنا سمي التكبيرة التحريمة وفي أيضا الأشهر الحرم والأشهر الحرم وأحرم إذا دخل في النسك إذا ناوى قال لبيك اللهم لبيك سواء قال عمره أو حجا فهو في الحقيقة يدخل في حرمات يعني شيء محرم يعني معظم ومحترم فالإحرام يكون في الصلاة ويكون في غير الصلاة ويكون في الحج وشرعه في الحج في الحقيقة هو من حكمه أن الإنسان يستحضر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وتذل له له وتعبده له ويستشعر يعني إجابته لدعاء الله سبحانه وتعالى ولدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة فهو في الإحرام تعلم يعني صفات الإحرام هناك اللبس الرداء والإزار والناس كلهم سواسية وكلهم في مكان واحد فيستشعر الإنسان عظمة الخالق أننا نحن الآن بين يدي الله وهذا يعني صورة مصغرة ليوم الحشر الناس كلهم يقفون بين البيض والسود والعرب والعجل كلهم سواسية بنفس اللفس وهو تذكير في عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هو الحكم هو المالك لهؤلاء الناس وهؤلاء الناس كلهم يتضرعون إليه الحاكم هو المحكم تجد الحاكم الذي عنده كل شيء متوفر له يرفع يديه في جنبك أو تراه وهو رافع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى يعني فصار هو مملوك بدل ما كان مالك ويدعو المالك الحقيقي فالإحرام من حكمه تعطيم الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته واستشعار الذل بين يديه استشعار أهمية العبادة كل هذا من حكم الإحرام وإن أردت أن نتكلم عن أحكام الإحرام وصفات الإحرام نعم بدأنا إذا أردت أن تبدأ بالحديث حديث إن شاء أو نؤخره كما تشعر أبدأ أول شيء يعني عطى الإحرام كيف يكون أو هل هي نية والنية كيف تكون أولا الإحرام له أحكام له صفات أو له سنن وله أحكام تتعلق به نعم يعني من أحكام الإحرام أنه أولا الإحرام ما هو النية عند الفقهاء الإحرام هو النية أن تنوي الدخول في النسق وذكرنا بالأمس الظاهر أشرنا إلى شيء من هذا أن لبس الإحرام هذا لباس الإحرام وليس هو الإحرام والإحرام هو أن تنوي الإحرام وتلبي تقول لبيك اللهم لبيك يعني تنوي وتعزي وفي داخلك أنك دخلت في النسق وليس المقصود به النية العامة التي تتوجه مثلا من بلدك إلى بيت الله الحرام أنت تنوي الحج لكن ممكن أنك تنصرف عنهم لكن إذا نويت الدخول في النسق لا يجوز بعد ذلك الانصرف عنهم يعني ولذلك اختلف الفقهاء في نية الإحرام نية الدخول في النسق هل هي شرط أم هي ركن يعني كأنهم فجمهورهم يقول ركن والحنفية يقولون شرط حتى الحنفية بعد يقولون شرط يشبه الركن لماذا قالوا هذا؟ لأنه لا يرفض برفضه ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا إذا دخلت في الصلاة بإمكانك تقطع الصلاة تقطع النية ولا لا؟ لا خلاص أبطل تنتقل الصلاة في الصوم بإمكانك تبطله بالنية تعرف أن الصوم الصائم لو نوى قطع الصيام يعني بمعنى نية جازمة خلاص الآن سيدها بيأكل واعتبر نفسها غير صاهم هنا هذه النية تجعله مفتران مجرد النية ينقطع بها الصيام فالنية قطع الصلاة تنقطع بها الصلاة وتبطل نية قطع الصيام يبطل به الصيام حتى لو لم يكن أما الحج فمهما نوى لا ينرفضوا لا ينقطع ولذلك لما الناس يقلون بالحج والله يعني يحصل أشياء كثيرة مما يزعج الناس ما يسألون قبل أن يذهبوا يعني مرة علي من الأسئلة أن امرأة ذهبت لمكة وتقول في رسالتها أنها كانت تأكل حبوب التي تمنع الدورة أو تمنع الحمل لكنها تمنع الدورة دورة لكن لما أقبلت إلى البيت وذلك الوقت وقت دورتها فأرادت التوضع فرأت شيئا كأنها يعني نزل معها لكنه تقول يعني ليس مواضح وذهبت تطوف بالبيت ثم تبين أنها حائض بعد ذلك والآن رجعت إلى بلدها وتظن أنها انتهت حقيقة أنها ما زالت محرمة لأنها لم تؤدي الركن وهي طاهر والنية لا تبطلها يعني حتى لو نوى الإنسان أنه خلاص يرفض العمرة ولا يرفض الحج لا يرفض بالرفض ولذلك على الإنسان أن ينتبه مثلا هذه المرأة كان عليها أن تنتظر ولو كان هذا صعبا عليها إلى أن تنتهي من عمرتها بشكل صحيح فالإحرام صحيح أنه نية لكنهم قالوا هل هو كأنه ركن يعني يشبه الركن لأنه ليس كنية الموجودة في الصلاة التي هي شرط وبالنسبة للتلبية أيضا في الإحرام ما دورها؟ هل هي سنة؟ هل هي واجبة؟ الحنفية يقولون التلبية شرط ما معنى تلبية الشرط عند الحنفية؟ شرط في صحة الإحرام في صحة نية الإحرام بمعنى أنه لو لم يلبي في طول كل حجة لو لم يلبي لم يصح حجه ولا عمرته فلابد أن يقول لبيك اللهم لبيك ولو مرة واحدة إليه تلبية النية قصدك لبيك اللهم عمره أحسنت نعم هذا لا تقصد كأنها تكبيرة الإحرام كأنها عندهم تكبيرة الإحرام مع النية طبعا ولا بد أن تكتون مقترنة بنية الإحرام يعني الفقهاء يقولون بأن أنا سأأتي لا تنس تخليني أنسى كلام الحنفية ترى الجمهور يخالفون نعم في التلبية متى يلبي؟ أكثر الفقهاء يقولون بأنه يلبي إذا استوت به راحلته أو دابته بمعنى أنه صلى ركعتين ثم ركب سيارته أو ركب دابته لأنه يلبي يقول لبيك اللهم لكن من أهل العلم وهم الحنابلة والشافعي يقولون يلبي بعد الصلاة مباشرة نصليها ونلبي يلبي مباشرة لأنه وارد بهذه السنة نعم فلو أخر التلبية عند الحنفية إلى مجاوزة الميقات يعني هو لم يلبي نوى وجاوز الميقات لكن الناوي وبعد الميقات بمسافة لبى هنا عند الجمهور لا يلزمه شيء لأنه لبى ونوى الحنابلة والشافعية يقولون مستحب المالكية يقولون واجب شوف أهمية التلبية وبالتالي إذا فصل بين التلبية وبين النية عند المالكية فصلا طويلا عليه دم الحنفية بمجرد ما يجاوز الميقات ولم يلبي عليه دم دم نعم دم طيب عندنا أولا النية وذكرنا التلبية هناك شيء آخر ويقول سن اغتسال الحمنا تخل في السنن عشان حتى نرتبها ترتيبا جيدا إذا كنت بتقرأ الحديث فربما يكون هذا وقته في الإزار والهداء في الطيب في الطيب نعم طيب أحسن بحنا بنعرف الإحرام هذا وش عبارة عن إيش الإحرام بقوله لك للرجال والنساء سن اغتسال للذي سيحرم وسن عند عزين التيمم أول سنن الإحرام هو الإغتسال للرجال والنساء سنة سنة طيب ما دليلنا فيه أظن في المشهد سيأتي إنكار له نعم لكن أنا سأذكر الدليل من الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر وكذلك يقول ابن عمر أن من السنة يغتسل المحرم قبل أن يحرم ويقول زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لإهلاله إذا أحرم طبعا هذه الحديث يعني لا بأس بها احتج بها بعضها لأهل العلم وإن كان فيها كلام لكن هناك حديث من الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس وولدت بمحمد بن أبي بكر أمرها بأن تغتسل وكان في وقت إحرام في ذي الحليفة يعني بداية الإحرام فيقول فقهاء إذا كانت الحائض مش الحائض النفسة وحتى الحائض عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال إذا كان هي لا تستفيد بالاغتسال وإنما تتنظف لأنها إلى الأن ما طهرت من حيضها ولا من نفسها صحيح فأمرها النبي بالاغتسال فالغير الحائض المحدث الآخر أو غير المحدث أولى بالاغتسال ولذلك استحبوا باتفاقهم أن الاغتسال مستحب وأيضا مما يستحبونه يعني التنظف أخذوا الشعر وأخذوا الظهر وقبل الإحرام سن اغتسال للذي سيحرم وسن عند عجزين اتيمهم طيب عجز من الاغتسال ما عندها ماء كان في طريق لا ماء فيه ومر حاد المقات أو لم يجد في المسجد ماء مثلا هل يتيمم أم لا يتيمم من الفقه من قال يتيمم ما دامنا قلنا أن الاغتسال مستحب إذن التيمم بدل له هذا يقولها الشفعية والحنابلة يعني يروحون بالطيارة طبعا يغتسلون من البيوت مظلما صعبا بالطيارة هنا أيضا هل الاغتسال يعني موسع ولا غير موسع وقته هل لازم هل لازم في وقت الإحرام طبعا المالكي يقولون ليس موسعا إذا لم يغتسل وقت الإحرام فقد فاتت السنة ولو اغتسل قبل ذلك لكن الجمهور يقولون يكفي غسله في بيته لو اغتسل في بيته وبعد فترة جاء إلى الميقات ثم أحرم فهذا الغسل كافي له ولا يحتاج أن يعيد الغسل مرة ثانية فهو سنة ووقته إذن قال سنة اغتسال للذي سيحرموه سنة عند عزن تيممو وسنة تنظيف يعني أن يأخذ يتنظف سنة تنظيف وترك ثوبي خيطة على الأعضاء وما السطيبي وترك ثوبي يعني ترك الثياب التي هي مخيطة أو تحيط بالأعضاء وسنة تنظيف وترك ثوبي طيب ممكن يقول واحد ترك الثياب هذه التي خيطت على الأعضاء هذا من محظورات الإحرام يجب عليه تركه وهنا نقول سنة السنية هنا قبل الإحرام يعني هو إذا أحرم ممكن يحرمه ثياب عليه بمعنى يقول نويت أن أحج وأن أعتمر لبيك اللهم حجا وعمرا وما زالت ثيابه عليه لكن عليه بعد أن ينوي ويلبي أن ينزع هذه الثياب يعني نزع الثياب ليس بالضرورة أن يكون قبل الإحرام هو قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام واجب واجب إذا أحرم فنزع الثياب بعد الإحرام واجب لكن قبل أن يحرم هو سنة ولذلك قال وسنة تنظيف وترك ثوب خيطة على الأعضاء ومس طيبي أيضا مس طيب مما يسن نعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة كما جاء في الحديث هو الحديث الذي مانا نعم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لي إحرامه حين يحرم ولحله حين يطوفه بالبيت درد الحديث نعم نعرض الحديث خاص نجيب لك حديث ثاني لا لا الحديث طبعا لذكرى الشيخ لو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوفه بالبيت منتفق عليه فإذا أنت تقدر تطيب قبل ما تحرم لكن بعد وبعد الحل وبعد ما تحل تحل إيه بس بس في وقت الأحرام يجوز أنك تتعطر يجوز أنك فيه شل الأشياء والموانع طيب بالنسبة للطيب أولا من الطيب كرهه المالكية مطلقا يقولوا لا تطيب واحتجوا بحجج حديث يعلى بن مونيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه متضمخا بطيب فأمره أن ينزع عنه الطيب ويغسل جسده لكن حديث عائشة طبعا يعلى بن مونيا كان متطيبا بعد الإحرام أو متطيب في ملابسه ولذلك الجمهور عندنا من سلتين التطيب في البدن قبل الإحرام هذا مستحب عند جماهر العلماء لحديث عائشة هذا الذي معناه كنته طيب الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم جميل هذا نص واضح ويوجد حديث غيره طيب في الثياب الجمهور يقولوا لا يطيب الثياب هنا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الناس يعني لا أحد يعرفه دائما تلاقي واحد يرشل عطر لا تطيب على البدن دون الثوب دون الثوب دون الثوب الثوب اللي هو الرداء ثوب الإحرام ثوب الإحرام زي وإذا تطيب في ثوب الإحرام فيكرهه الجمهور ويطلبهم منه نزعه بعضهم يطلب نزعه لأنه يعني يقولون بأنه لو استمر به لسار عليه دم إذن عندنا مسألتين طيب البدن هذا الجمهور يستحبونه طيب الثوب الجمهور يكرهونه ومنهم من يمنعه طيب خلصنا من الطيب مسألة الطيب وطبعا بيأتينا في محضورات الإحرام لأن الطيب من محضورات الإحرام كما أنه سنه قبل الإحرام هو محضور في الإحرام وكانت عائشة تطيب النبي قبل أن يطوف بالبيت لحله إيش معنى لحله لما يرمي الجمرة هنا حل عليه الصلاة والسلام وسيذهب يطوف بالبيت طواف الإفابة فبإمكانه أن فيتعطر ذلك الوقت لا إشكال طيب سنة اقتسال وسنة تنظيفهم وترك ذو بخيط على الأعظام السطيبي والشرط والتعين نحو قول ذا لا هم إني أبتغي نسك كذا والشرط والتعين التعين ما معنى التعين التعين أن تعين يعني النسك يعني الناس اللي يلبون إما أن يلبيه بعمره وإما أن يلبيه بحج وإما أن يلبيه بحج وعمره أيضا غدا سيأتينا سيأتينا لكن نحن لا نتكلم عن التلبية أو التعين للإحرام لأن في الإحرام لا بد أن يعينا الصيغة ما هو يقول اللهم إني أريد الحجة فتقبله مني ويسره لي أو فيسره لي ويسره لي وتقبله مني هذا يذكره الفقهة طبعا بعض المعاصرين يقولون هذا لا يقال وإنما تقول لبيك اللهم لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة هذا الوارد في الأحاديث لكن الفقهة قالوا هذا وعزوه إلى الصحابة وإلى يعني واتفقوا عليه مذهب لأربعة متفقة على أنك يمكن أن تقول اللهم إني يريد الحجة فتقبله مني ويسره لي وإذا قلت لبيك اللهم حجا كافي طيب عندنا ثلاث حالات خلها أربع حالات إما أن يقول لبيك اللهم عمرة معناه متمتع كما سيأتينا هذا الحج لي رأيه للحج وإما أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة وهذا قارن وإما أن يقول لبيك اللهم حجا وهذا مفرد وإما أن لا يقول شيئا ولا ينوي شيء وهذا يسمى المبهم الإحرام المبهم أو المطلق ما يقول حتى ما يقول فيه ناس مساكين ما يدرون يعني عوام قالوا حج حج راح وقال لبيك اللهم ما لبيك وما أحد قال له أنك لازم تنوي حج تنوي عمرة تنوي تمتع تنوي قران ما يعرف هذا موجود يسمونه الإحرام المبهم أو الإحرام المطلق هذا الإحرام المطلق ما حكمه هل يصح منه يقولون قبل أن يطوف بالبيت لا بد أن يعين يعني قبل بدايته قبل أن يشرع في الأعمال سواء كان بدأ بالطواف أو بدأ بعرفة قبل أن يشرع في هذه الأعمال لا بد أن ينوي أن يعين فيقول أني أريد الحج أو أريد العمرة أو ينوي بذلك طيب إنه قبل الطواف فهو على نيته إن عينه قبل الطواف فهو على تعينه طيب ما عين طواف ولم يعين ما حكم هذا الطواف الذي عليه الجمهور وأنا سأقتصر هنا على مذهب الشافعية والحنابلة وأظن المالكية معهم أنهم لا يعتبرونه شيء فلا بد عليه أن يعين بعده وبالتالي هذا الطواف كأنه طواف عادي نافلة أو لا يعتبر شيئا فلا يعتبر حاج فإذا أراد تمتعا عليه أن يطوف للعمرة وعليه أن يسعى للعمرة وإن أراد حجا فعليه أن يطوف طواف القدوم ويسعى بعده وهكذا هذا بالنسبة للتعين لو حصل هذا طيب واحد وهذا يمكن نخليه إلى الأنساك الثلاثة أحسن نعم إذن التعين تكلمنا عن التعين الشرط ما هو الشرط؟ أي شرط والشرط سنة أو يجوز عند الشافعية والحنابلة وأما المالكية والحنابية فيقولون الشرط لا معنى له وهو طيب حديث ضباعة بنت الزبير في الصحيحة قالوا هذه قضية عين أو خاصة بها كما أن فسخ الحج خاص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم فسخوا الحج من حج إلى عمره أمره من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله طيب كيف يشترط يقول اللهم أن يريدوا مثلا حجا فإن حبسني حابس أو عمرة فإن حبسني أو أريد تمتع فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني طيب هذا الاشتراط ماذا يفيد يفيد إذا حبسه حابس أنه يستطيع الإحلام ولا دم عليه لكن هل لكل شيء ممكن يحل أو للشيء الحابس يعني مثلا لو حاضت امرأة هي اشترطت ثم حاضت هل لها أن تحل إحرامها ليس لها لأنه يمكن أن تحرم وهي حال لكن لو خشيت ذهاب الرفقة أو كان هناك إشكالية كبيرة ما تستطيع تبقى في مكة وأنه يمكن لها أن تحل أن هذا حابس نعم نحن بدنا أيضا نتكلم عن صفة لبس الإحرام لكن نخليه بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله والمشهد هناك أيضا بالنسبة للسؤال سألناه آمس بالنسبة لللون الإحرام نفسه ويعني أمور كثيرة راح إن شاء الله يتطرق لها الشيخ بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر حياكم الله يا أحبة طبعا متعودين كل حلقة عندنا مشهد رامي اليوم المشهد يديه أخواننا علي الخلف وعلي المالكي ومحمد أو لا علي المالكي وأحمد المفتاح وأخونا محمد المحمدي عندنا إشكالية وهو لون الإحرام وإشكالية الثانية الغسل إشكاليتين بالمشهد خلينا نشوف بالمشهد وإن شاء الله الشيخ راح يحلنا الإشكالية لفيها شوف يا أبو محمد شوف الله يسلمك هاي الإحرام تحطها شديد شديد فرعت شديد حلو ولا اللون إي إي ما عندك مشكلة ما شاء الله ثيبة شديد الله يسلمك هاي بعدين تحليه شديد مثل ما تلبس الوزار بس إذا ما ثبت عادي تحط عليه شباس ما عندك مشكلة بعد ما يطيح لا 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 إنتهي حطيت الشباس ما ما بيطيح بدا حلو حلو إنتهي شفيك سندرتني رايحه يا إي شعندك شعندك لا 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 ما فيني شي بس شنو دي شنو دي قاعد علمش شون يلبس الإحرام الريال بيروح الحج لا لا قصيانا أقول إنه وشل اللبس الغريب وش الشرح الغريب يا يبا مو بغريب ولا شي شنو الغريب في الموضوع شنو الغريب شنو الغريب يا رايال أول مرة أنا أشوف إحرام ملون صراحة أول مرة أشوف في حياتي إي لأن الله يسمى كنتم متعايدين على اللون الأبيض ما تدرون إن الإحرام مو بشرط يكون أبيض يبا عادي خليه يكون ملون ما في مشكلش فيك يعني خصتك يجوز إنه يكون الإحرام ملون إي يبا عادي يجوز يجوز يلا يا يبا محمد خلي نكمل عندك شيء ثاني بعد تبتسأل عنه قول تكلم تحدش انطق يبا شكرا تقول الله يهداك أنا بصراحة أول مرة أدري إنه في الناس بس إحرام ملونة زنو بعدين عاد حد خلصوني هيا بعفش السالفة عقب شوف الله يسلمك عقب خلاص تنوي وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمره أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها أو أي نوع من أنواع الحج التي أنت مختارها آآ نعم جيد عندي سؤال نعم يعني الحين معناته أغتسل عقب ألبس الحرام لا يبا لا أي اغتسال وأي سؤال في هذه الله يسلمك اللي مطلعين هالناس هالخزعبلات هذه لا يبا لا تغتسل وبعدين ترى لا تغتسل قبل الحرام ولا تصلي ركعتين بعد الحرام هذه أصلا ما وردت في السنة أبدا أنت بصراحة ما صحتك شنو صحتك هده هده يا أبو عبد الرحمن يا أبي عزيز ريح استريح صلع للنبي يا أخي استريح يا أبي عبد الرحمن هدوا فهمه هدوا يا جماعة الخير أبو عزيز هده هده فضل قل له وشلون وشلون مبسنة وكان المشايخ اللي عرفهم يقولون عنها سنة لا يبقى سلامتك سلامتك ممكن المشايخ وبعدين شنو السنة يا أبو عبد العزيز السنة الشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سواه صح ولا لا صح والرسول صلى الله عليه وسلم عمره لا اغتسل ولا صلى ركعتين بعد الحرام أنا اللي عارفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل ولبس الحرام بعدين صلى ركعتين الصلاة اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الفريضة صلاة الفريضة لازم يصليها أما أن رسوله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي بعد ما يحرم هذه أصلا ما ورد فيه دليل كلش يا والله شيء المشايخ والعلماء من وين يبين هالكلام من عندهم مثلا يا أخي هذا دين دين أنا أقول لك هذا دين وانت تقول العلماء قالوا والعلماء ما قالوا شوف يبا أنا قد ونت في هالموضوع الرسول غير هالكلام ما عندي أنا أقول لك أنا أنا أقول لك أن أنا ماشي على القاعدة القرآنية اللي تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وانت عاد بصراحة بكيفك وانت عاد بكيفك إن شاء الله تلبس اللي بتلبسه من جميع الألوان يا مع السلامة تعالوا تعال عاصبوا راح خلا يروح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نزيل عندنا الشكالية الأولى مسألته هو لون الإحرام أيضا طرحناه في حسابنا حساب توزن قطر في تويتر وسألنا الناس يعني عن حكم لبس الإحرام الملون فنشوف إيش الإجابات اللي جاتنا أو كم في المئة الناس قالوا يجوز وكم في المئة لا هل يجوز الإحرام في رداء أو إزار ملون يجوز لا يجوز اللي قالوا يجوز 24% قالوا إنه ما فيها مشكلة واحد أشوك تضحك جدا وستة سبعين في المئة لا يجوز إن الواحد الستة سبعين في المئة اللي قالوا لا يجوز مثل المحمدي زين يعني هو زعلان يقول زعلان وروايد في صفة اللون بالنسبة للبس الإحرام أولا ما الأصل في لبس الإحرام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سأله رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا القلانس ولا السراويلات ولا يلبس الخفين إلا رجل لا يجد النعلين فليلبس الخفين المهم أنه قال لا يلبس القمص ولا القلانس القمص يعني القميص هو الذي يلبسه على الأعضاء هنا القميص هذا لا يلبس وبالتالي قالوا ما هو محيط بالأعضاء لا يجوز وبعضهم قال المخيط يقصدون به المحيط على الأعضاء لا يقصدون به ما فيه الخيط كما يتوهم العامة إذن لا يلبس القمص ولا القلانس يعني الطابية الشيء يكون على الراس يعني مفصل على الراس القمص ولا القلانس ولا السراويلات يمفصل على الرجلين كل ما هو مفصل على الأعضاء ممنوع ما عدا ذلك جايز وبالتالي صاروا يحرمون في رداء وفي إزاء ولم يوجد ما يدل على أن اللون مشترط سواء كان أبيض أو غير أبيض لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الفقه آه يعني وبالتالي نحن نتعودين على الأبيض لأنها أفضل الألوان نعم والثوب الأبيض ولو غير جديد أفضل والجديد أفضل وبعيد يقول الثوب الأبيض ولو كان غير جديد هو أفضل لكن في العيد الجديد أفضل راح يجيك ولو كان غير أبيض نزين فإذن الألوان ما بشكل يعرف الألوان ما فيه أشكالية نزين لكن الناس مش متعودين على الألوان إلا بعض الدول في دول ما شاء الله نحن في الخليج نلبس أبيض دائما صحي إلا في الشتاء وبالتالي الأبيض شيء معروف ففي دول يلبسون الأوزرة الملونة يعني مثلا لا أدري أندونيسيا أو ماليزيا يعني لباسهم أصلا الرسمي هو الوزار هذا الوزار اللي عندهم تجده ملون وتجده أيضا مخيط ليس له طرفان الإزار ما يكون له طرفان بحيث أنه يلفه الإنسان على جسده وقد يكون هذين الطرفين أو هذين الطرفان مخيطين أو ملتصقين بخياط هذا يمكن أنت ما تعرفه لكن أنا رأيته في الماليزيين وفي بعض أصحابنا فكانوا يعني يلبس الإزار هكذا يدخل رجليه فيه ثم يرفعه ويربطه فهذا الإزار يمكن أن يستخدمه الحج الذي عند الماليزيين وعند شرق آسيا ممكن أن يستخدمه الحج ويستخدم إزارا من نوعه ملونا أيضا وإن كان هذا الإزار هو بالذات هذا الإزار المخيط طرفيه يعني فيه خلف بن عثيمين رحمة الله عليه وبعض العلماء وانتصروا له يعني فيه تأليفات في هذا الزمن ردود على بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازة الإحرام في الإزار وهذا يسمى إزار سواء كان مخيط أو ليس بمخيط جميل مسألة المخيط لازم نفهمها المخيط المقصود عند الفقهاء ليس معناها الخيط وإلا الخيط موجود في الناعل موجود في كل شيء موجود في الشنطة التي تشلها موجود في الحزام شو المقصد فيه؟ المقصود بالخيط بالمخيط هو المحيط يعني أنا أقول أفضل كلمة المحيط من كلمة المخيط وربما تكون مخيط مصحفة من محيط لأن الفقهاء الذين قالوا المخيط يقصدون مخيط ما في شيء مش مخيط يقصدون مخيط على الأعضاء يعني محيط بها مثل القميص الذي هو هذا الثوب هذا يعتبر مخيطا أو محيطا على الأعضاء مثل الفانيلة مثل السروال مثل الهاف كل هذا يعني محيط بالأعضاء ولذلك أنا أعطيك بعد أقوى من كذا لو شليت ثوبك هذا ما لبسته ما دخلت يدينك فيه وحطيته على كتوفك فيه أكمام وفيه كل شيء لكن أنت تأزرت أو تغطيت به أما تأزرت به أو تغطيت به من فوق ثوب عادي ما في مشكلة ما في مشكلة سبحان الله مع أنه مخيط لأن المقصود بالمخيط عند الفقهاء هو المحيط إذا لبسته هذه والله معلومة جديدة صراحة يعني ممكن تفسخ ثوبك وتخلي الناس يشوفوا ما راح يخليك الناس يمسكون ويقولوا شيء شو تسوي لأنهم يعرفون أن هذا مخيط حتى النعل كنا نحاول نجيب بلاستيك على أساس أنه ما في خير هذه الملاشكالية الكبيرة وتجد حتى في الميقات أصلا مهيئين الموضوع تجد عندهم نعل بلاستيك وعندهم أشياء بلاستيك كل تحاشيا لكلمة المخيط وهذه الكلمة أورثت العامة إشكالية وإلا الفقهاء ما يقصدون بها ما هو ما فيه خيط هو في إشكالية اللي هو الحرام الملون تكلمنا بالنسبة للإزار هذا الذي له ليس له طرفان هل يجوز أم لا يجوز يعني ابن عثيمين قلت لك وكثير من الناس قالوا يجوز لأنه يسمى إزار فمن لم يجد إزارا فليلبس السراوي لنبس عسلم فسمى الإزار لكن من الفقهاء أو من العلماء المتأخن يقولوا هذا لا يسمى إزارا المخيط هذا لا يسمى إزارا في اللغة وإنما الإزار هو الذي له طرفان مفتوحين وأما هذا يسمونه بأسماء أخرى وذكروا أسماءه جميل وبالتالي يتحاشى الإنسان الإزار هذا المخيط الإغتسال يعني يتكلموا فيه الإغتسال الإغتسال يقول أخونا أحمد مفتاح إن شاء الله يفتيج زه الله خير أنه ما ورد طبعا ورد ورد في حديثين حديث بن عمر من السنة الإغتسال قبل أن يحرم وهو في مسنف من أبي شيبة ويعتبر مرفوعا فيه كلام وحديث زيد بن ثابت ومن العلماء من صحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قبل أن يحرم وقبل أن يدخل البيت فهذا الحديثان وإن كان فيها كلام لكن يعضدها أيضا أن النبي أمر الحائض بالإغتسال وأولى منها من لم يكن حائضا الركعتين وبالتالي الإغتسال يعتبر من السنة الركعتين ورد في صحيحة مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوجهون إلى مكة كان يصلي ركعتين بذل حليفة هنا بالركعتين لم يبين هل هي فرض أو لا الفقهاء يقولون إن صادفه فرض فأولى أن يحرم بعد الفرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى هذا أن النبي لم يصلي ركعتين لأن النبي اعتمر أربع عمر صلى حجة حجة واحدة وعنده أربع عمر منها عمرة في حجتي وثلاثة عمر كانت في ذي القعدة وابن عمر كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو متوجه في صحيح مسلم كان يصلي ركعتين قبل أن يحرم فقد يكون هذين الركعتين نافلة في شيء من هذه العمر ولذلك ذهب العلماء إلى أن الإحرام له سنة سريعا عند المجموعة من الأسئلة هنا السؤال الأول هل يجزء الاغتسال في الطريق قبل الإحرام من الميقات نعم يجزء ولا يغتسل مرة أخرى لا يجزء ذكرنا هذا لأنه يجزئه في قول الجمهور يجزء إذن يجزء السؤال الثاني هل يجزء لمن اشترط في بداية الإحرام أن يحل متى شاء يجوز لا يجوز الاشتراط هو يعني يجيز لك الإحلال إذا حبست إذا سار هناك ظرف وأما هنا في السؤال متى شاء قصوا لظافر ونحوها من سنن الفطرة قبل الإحرام صحيح يجوز نعم يجوز الشخص أحرم ولبى دون أن يحدد النسك الذي يرى يريده فإحرامه صحيح أو غير صحيح صحيح الإحرام صحيح لكن لا بد أن يعين يعني الإحرام لا يبطلو بعدم التأيين لكن لا تعتبر أعماله إن لم يعين نعم هل يصح أن ينوي في إحرامه بمثل ما نوى فلان جميل يصح أو لا يصح يعني مثلا لو تخوينا إن شاء الله أنا أحرمت بإحرام مثلا مثلا أما متعة ولا حج ولا قران وأنت قلت لبيك اللهم بما لبى به سعيد لأننا جاي وياك وأنت أدر يعني نيتي يا ربي ترى نية مثلا نية يجوز هذا أين عم يجوز أشهر الله علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت أو بما أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم شخص أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم قبل الطواف لبى بالحج فما حكم فعله صحيح أو غير صحيح هذا إدخال الحج على العمرة فعله صحيح صحيح لكن قبل الطواف وحتى بعد الطواف في قولي أكثر أهل ليل شخص أحرم بالحج ثم قبل الطواف لبى بالعمرة أيضا فما الحكم لا يصح لا يصح إدخال العمرة على الحج يعني عندنا أنت بديت عمرة نيتك عمرة قبل الطواف تقرن بدل ما هو تمتع واحد يريد يتمتع لكن قبل الطواف يريد يقرن فيقول لبك اللهم حجا فيدخل الحج على لكن العكس ما يجوز واحد مفرد ثم نوى أنه يتمتع أو نوى أنه يقرن لا يجوز له هو أن يدخل العمرة على الحج تصير ساعات نروح الحج وتلاقي شياب نخصان تلاقي لابس يعني هاف تحت اللزار فهل هذا هاف ايه هاف لأن بعض يقول شون يعني فما يقبل هالشي هذا بعضهم ما يرضى يقول له بلبسه بلبسه لا من لبس هذا يسمى التبان في اللغة التبان إذا لبس وهو الهاف القصير أو السروال القصير هذا عليه هدم وأما الطفل الذي يلبس الحفاظه هذا لا شيء يعني هذا لحاجة وكانت عائشة تلبس من يحملون هودجها التبابين وخالفت الناس وخالفوها الناس وقالوا عليهم دم وهي لم ترى أن عليهم شيء سؤال حلقة الغد إن شاء الله عبر حساب تفزيزون قطر في تويتر سيكون أي أنواع الحج أفضل الإفراد التمتع القران فنبي رأيكم أو بإمكانكم إن شاء الله الاختيار الإجابة الصحيحة كما يعني حسب علمكم في الموضوع من خلال حسابنا في التويتر سؤال أخير إحرام المرأة أو إحرام الرجل المرأة إيش إحرامها المرأة إحرامها في وجه المرأة لا تغطي وجهها إلا بساتر يعني لا تغطي تجتنب الضرقة وتجتنب القفازين والتنقب تجتنب النقاب لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وأيضا تجتنب الطيب تجتنب سائر المحظورات الأخرى المحظورات تسع محظورات من ضمنها اللباس وسيأتينا إن شاء الله واللباس بالنسبة للرجل هو ترك المخيط أو المحيط وبالنسبة للمرأة ترك المحيط على وجهها وعلى يديها وأما غير المحيط لا وأما جسدها فتعف عليها أن تستره وأيضا الطيب تمنع منه المرأة ومسألة له حتى الحجاب السرعي ما يشف وما يصف وما هالأمور هذه خلاص مفروغ منها هذا لا علاقة له بالحج هذا واجب عليها في غير الحج لكن لا يجوز لها أن تتزين فمثلا لا تلبسوا لباسا لافتا كلباس حفلة أو لباس الزينة ولا تكتحل وتتزين في أثناء الحج هذا لا يجوز لا لها ولا للرجل التزين يعني التنظف لا بأس به والتزين الطبيعي لا بأس به بالنسبة للرجل أما المرأة فلا نشكر فضية الشيخ الدكتور سعيد بداول مريع على ما قدم وغدا إن شاء الله نستكمل ونواصل رحلتنا إلى الحج الله يكتب لنا كلهم إن شاء الله حج بيت الله الحرام السلام عليكم ورحمة الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اشتركوا في القناة